طرق تنظيم الوقت للدراسة يعتقد الكثير من الناس أن تنظيم الوقت للدراسة سيحتاج منه بدل المزيد من المجهود وتخصيص المزيد من الوقت لإجل الدراسة وبطبيعة الحال فهذا افتراض غير صحيح إطلاقاً فعملية تنظيم الوقت للدراسة ستدح لك وقتاً أكبر للاستمتاع ببقية النشاطات اليومية بالإضافة إلى أنها تنظم وجهودك وتركيزك ولذا إليك بعض النصائح الهامة في كيفية تنظيم الوقت للدراسة أول خطوة ينبغي عليك القيام بها هي تحديد النشاطات اليومية التي تمارسها وبطبيعة الحال فهذه النشاطات تختلف من شخص إلى آخر بحسب العمر والهواية والرغبة والظروف والبيئة وقم بإدراج الدراسة من ضمن النشاطات اليومية التي ستقوم بها والآن قم بتحديد الأوقات المناسبة لك للدراسة لا أن تتعارض مع طاقتك ونشاطك ولا مع الأنشطة اليومية التي تقوم بها فهناك أشخاص يكون أوج نشاطهم الدراسي في ساعات الليل وهناك العكس يفضلون الدراسة في ساعات النهار لذلك عين الأوقات الأكثر ملاءمة لظروفك في مجال الدراسة قم بتقسيم برنامجك الدراسي بشكل يومي على الفترات التي قمت بتحديدها أسبوعيا فمثلا حدد فترة في اليوم لإنجاز جزء معين من الدراسة وهكذا بالنسبة لباقي أيام الأسبوع بمعنى أن لا تجعل هذا البرنامج عام وبدون تفصيل لأنك بذلك تكون قللت من محصلتك الدراسية في الأسبوع فالأفضل أن تقسم برنامجك بشكل محدد وواضح ومتنسب مع أوقات نشاطاتك الأخرى أثناء الدراسة لا تركز أو تشغل عقلك بأي شيء آخر سواها فاجعل كل تركيزك فقط عليها حتى تقوم بإنجاز المهام التي حددتها في الوقت المناسب وإلا فإن انشغالك بشيء آخر بفترة الدراسة سيضيع عليك المزيد من الوقت بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى عدم انتظام برنامجك الأسبوعي قم بمراجعة برنامجك الأسبوعي باستمرار هل تشعر أن هناك أشياء بحاجة إلى تعديل؟ وهل أصبح لديك رغبة في تعديل بعض الأوقات؟ لا مشكلة في ذلك فالبرنامج الأسبوعي يكون دائماً عرضة للتغير والتعديل استغل أوقات فراغك في إنجاز بعض الأعمال الدراسية الجانبية أو مراجعة بعض المواد بشكل سريع أو حل الواجبات فبذلك تكون خففت من الضغط أثناء الوقت المحدد للدراسة مما يجعلك تدرس بشكل أفضل عليك أن تختار مكان دراستك بعناية شديدة لتقوم بالدراسة بأقل وقت ممكن وأكبر كفاءة فعلى هذا المكان أن يكون خالياً مما يشتت تركيزك وأن يكون هادئاً أيضاً كما أنه عليك أن تغلق جميع وسائل التكنولوجيا التي لا تحتاج إليها كالهاتف الذكي أو جهاز الحاسوب في حال عدم استعماله من المهم أن تستغل جميع المصادر الممكنة لمساعدتك على فهم المواد بشكل أفضل وإنهائها بسرعة وخاصة عندما لا تقوم باستيعابها أثناء المحاضرة في الشكل الصحيح سواء كانت هذه الوسائل هي الأصدقاء ذوي الخبرة أو عبر الإنترنت أو مدرسين آخرين